في حب الكتاب والكلمة اجتمع الأدباء والمؤلفون ودور النشر من شتى دول العالم هنا في أبوظبي في معرض أبوظبي للكتاب وذلك لتقديم إنتاجهم الفكري من خلال هذا الحادث الثقافي الذي يرتدي حلة جديدة هذا العام المعرض في هذا العام يستضيف أزيد من 85 دولة بينهم 17 دولة تشارك لأول مرة كما تنهض وتتزامن مع فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب مؤتمر النشر العربي والصناعات الإبداعية وحفل جائزة شيخ زايد الكتاب وحفل الجائزة العربية البوكر مشاركات واسعة من حوالي 1300 جهة عارضة من 85 دولة تقدم أكثر من 500 ألف عنوان تستهدف أذواق الباحثين عن المعرفة سعيدين بهذه المشاركة في هذا العرس الثقافي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته 32 نشر القائمين على هذا المعرض وعلى رأسهم رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على رعاية الكريم لهذا المعرض أكثر من ألفين فعالية أدبية ومعرفية وفنية ستميز الحدث الثقافي هذا العام لتضيف لمكانة المعرض كوجهة ثقافية عالمية ينتظرها الجمهور في كل عام بحثاً عن الجديد والمفيد ترجمة نانسي قنقر